قم للمعلم تبجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتلي فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم فيضل ينابيع والتوجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أبنائي سنقوم اليوم بدرس جحة والسلطان أقرأ وأفهم من كتاب السنة الخامسة صفحة 116-117 إذن أبنائي افتحوا الكتاب صفحة 116 سنقوم بقراءة هذا النص لاحظوا أبنائي معي الصورة تلاحظون أنه هناك يجلس سلطان وجحة معه جحة والسلطان كان يمكان في قديم الزمان رجل فقير يدعى جحة يقيم مع زوجته بمملكة نهاود مرت المملكة بسنوات جفاف عصيبة فاضطر جحة للسفر بعيدا إلى مملكة أخرى طلبا للرزق اجتهى سلطان نهاود لحم الطير لكنها انقرضت بالمملكة فقد هاجرت إلى الجنوب نظرا لقلة القوت وندرته فوعاد السلطان الناس أن من يأتيه بطير يمنح مكافأة يختارها بنفسه وهكذا راح الجميع يبحثون في كل مكان عن طائر يصطادونه لكن لم يضفر أحد به فاستاء السلطان وحزن في تلك الفترة عاد جحة من الغربة وقد أحضر معه إوزتين سمينتين ولما علم من أصحابه بما وعد السلطان أخذ إحدى الإوزتين وأسرع بها إلى القصر وهو يحدث نفسه لعلي إن اغتنمت الفرصة وأهديت الإوزة للسلطان أفوز بجائزة قيمة تغنيني جهد العمل والاغتراب أدرك جحة باب القصر فمنعه الحارس بحجة أن السلطان مشغول فأخبره جحة بأنه أتى بإوزة سمينة يشتهيها السلطان فاقترح عليه الحارس أن يقدم الإوزة بدلا عنه فرد عليه جحة قائلة أتحسبني مغفلة حتى أعطيك إوزتي فتنال الجائزة مكاني؟ فعرض عليه الحارس أن يأخذ ضعف ثمنها لكن جحة رفض فأخبره الحارس بأنه لن يسمح له بالدخول إلا إذا وعده بنصف الجائزة وفقا جحة على العرض لأنه لا يملك حلا آخرا وحين قابل السلطان حياه باحترام وقال له سيد السلطان جئتك بإوزة سمينة هدية مني أرجو أن تنال إعجابك شكر السلطان جحة ثم قال أطلب ما تشاء أيها الرجل الطيب أجاب جحة أرجو أن تسمح لي بتنظيف حديقة قصرك من الحشائش الضارة فانفجر السلطان ضاحك كنت أظن أنك ستطلب مالا أو جواهرة قال جحة لقد وعدت ووعد الحردين لم يجد السلطان بدا من الاستجابة لرغبته وأمره بتنظيف الحديقة ولما ناصفها صاح جحة سيد السلطان لقد وعدت الحارس بنصف الجائزة ثم قص عليه قصته مع الحارس فجيء به وأمر بتنظيف ما تبقى من الحديقة أعجب السلطان بنباهة جحة وأمر له بجائزة تساوي ألف دينار وقال له لو كان في الرعية بضعة من أمثالك ما فسد الملك وما ظلم الناس إذن هذا هو نص حكايتنا اليوم هذا هو نصنا جحة والسلطان أرجو منكم أبنائي أن تعيدوا النص عدة مرات حتى تتمكنوا من قراءته قراءة جيدة وتفهموا معانيه بالتكرار يرسخوا عندكم هذا النص إذن ننتقل إلى أفهم عفوا أقرأ وأفهم عندنا شرح المفردات لدينا عصيبة بمعنى صعبة اضطر أي أجبر وليس له خيار إنه مضطر أي مجبر نباهة هي الفطنة النباهة هي الفطنة إن قرضت صارت غير موجودة صارت غير موجودة يظفر أي يفوز يظفر يفوز هذا شرح المعاني الكلمات استخرج من النص العبارة الموافقة لكل معنى مما يلي ستجنبني التعب والسفر أتظن أنني أخدع بسهولة هذه العبارة السؤال الثاني أبحث في القاموس عن معنى كلمة اغتنم ووظفها في سياق آخر إذن استخرج من النص العبارة الموافقة لهذه العبارة ستجنبني التعب والسفر وأتظن أنني أخدع بسهولة الجملة الأولى ستجنبني التعب والسفر سنجد في النص ما يماثلها في المعنى لاحظوا معي تغنيني جهد العمل والاغتراب تغنيني جهد العمل والاغتراب هذا معنى كلمة ستجنبني التعب والسفر الجملة الثانية أتظن أنني أخدع بسهولة الجملة الثانية في هذا السطر أتحسبني مغفلة أتحسبني مغفلة في الفقرة الثانية إذن أتحسبني مغفلة إذن لقد كتبناها تغنيني جهد العمل والاغتراب وأتحسبني مغفلة نتقل الآن إلى السؤال الثاني ابحث في القاموس عن معنى كلمة اغتنم وأوظفها في سياق آخر إذن معنى كلمة اغتنم هو انتهز معناها انتهز اغتنم بمعنى انتهز وأوظفها في جملة انتهز الحارس الفرصة ليبتز جحا في الجائزة إذن انتهز الفرصة ليبتز جحا في الجائزة ننتقل الآن إلى أسئلة الفهم من النص من هي الشخصية الرئيسية في هذا النص؟ من هي شخصية هذا النص؟ إنها شخصية جحا الشخصية الرئيسية في هذا النص هي شخصية جحا ماذا حل بالمملكة؟ مرت المملكة بماذا؟ بسنوات جفاف عصيبة مرت بسنوات جفاف عصيبة إذن هذه هي المشكلة التي مرت بها المملكة السؤال الذي بعده إلى أين سافر جحا؟ ولماذا؟ ماذا اشتهى الملك؟ لماذا انقرضت الطيور بالمملكة؟ بماذا وعد من يحضر له لحم الطير؟ هل نجح الناس في الحصول على مطلب السلطان؟ إذن سافر جحا إلى مملكة أخرى إلى أين سافر؟ سافر إلى مملكة أخرى ولماذا؟ لماذا سافر؟ سافر جحا طلبا للرزق لكي يعمل في المملكة المجاورة طلبا للرزق إذن ماذا اشتهى الملك؟ اشتهى الملك لحم الطير اشتهى الملك لحم الطير لماذا انقرضت الطيور بالمملكة؟ انقرضت الطيور لأنها هاجرت إلى الجنوب نظر التي القوت وندرته لم يعد هناك قوت أو أكل حتى تأكله الطيور فهاجرت إلى الجنوب السؤال الذي بعده بماذا وعد من يحضر له لحم الطير؟ إذن وعد من يحضر له لحم الطير بمكافأة يختارها بنفسه أي صاحب الطير هو الذي يختار المكافأة هل نجح الناس في الحصول على مطلب السلطان؟ لا لم يضفر أحد به لم يأتي أحد بلحم الطير الذي اشتهاه السلطان إذن لا لم ينجح الناس في الحصول على مطلب السلطان ننتقل إلى السؤال الذي بعده ماذا أحضر جحا معه من السفري؟ ماذا خطر بباله بعدما سمع بوعد السلطان؟ إذن ماذا أحضر جحا معه من السفري؟ أحضر جحا معه من السفري ماذا؟ إوزتين سمينتين أحضرهما معه ماذا خطر بباله بعدما سمع بوعد السلطان؟ إذن خطر بباله أنه لو اغتنم هذه الفرصة وأهدى الإوزة للسلطان يفوز بجائزة قيمة تغنيه جهد العمل والاقتراب إذن هذا ما خطر على باله سؤال الذي بعده من حاول منع جحى من الدخول إلى السلطان ولماذا؟ ما هي العروض التي عرضت على جحى للسماح له بالدخول؟ بأي شرط قبل جحى؟ وهل كان يملك حلا آخر؟ هل أعجب السلطان بهدية جحى؟ كيف عبر عن فرحته؟ السؤال الأول إذن الحارس هو من حاول منع جحى من الدخول إذن من حاول منع جحى هو الحارس لماذا؟ ليقدم الجائزة هو إلى السلطان ويفوز بالجائزة ما هي العروض التي عرضت على جحى للسماح له بالدخول؟ هي العروض أن يقدم الإوزة بدلا عنه هذا العرض الأول أن يأخذ ضعف ثمانها وأن يأخذ نصف الجائزة هذه هي العروض هل كان يملك حلا آخر؟ بأي شرط قبل أولا؟ قبل بشرط نصف الجائزة وهل كان يملك حلا آخر؟ لا لم يكن يملك حلا آخر للأسف هل أعجب السلطان بهدية جحى؟ إذن هل أعجب السلطان بهدية جحى؟ نعم أعجب السلطان بهدية جحى إذن كيف عبر عن فرحته؟ كيف عبر السلطان عن فرحته؟ شكر السلطان جحى وقال له اطلب ما تشاء أيها الرجل الطيب شكره لأنه قدم له الجائزة وقال له اطلب ما تشاء أيها الرجل الطيب إذن ننتقل الآن إلى الأسئلة الموالية ما هي الحيلة التي استعملها جحى ليعاقب الحارس على فعلته؟ إذن الحيلة التي استعملها جحى ليعاقب الحارس هو أن طلب من السلطان أن تكون الجائزة تنظيف الحديقة ليتقاسمها مع الحارس ويفضحه أمام السلطان بدون أن ينقضه وعده له السؤال الثاني ما هو رد السلطان على ما فعله جحى؟ أعجب السلطان بنباهة جحى وأمر له بجائزة تساوي ألف دينار إذن بين موقفك مما فعله جحى مع الحارس اقترح حلا آخر للموقف الذي حصل مع جحى والحارس ما هي العبرة التي تعلمتها من النص؟ كان موقفه صائبا جحى لأنه استعمل حيلة تفضح نوايا الحارس اللئيمة استعمل حيلة لكن في الخير يريد أن يفضح الحارس كان من الممكن أن يرفض الحل الآخر وكان من الممكن أن يرفض جحى قبول عرض الحارس بمناصفة الجائزة ويعود أدراجه هناك حل آخر لكنه أبا ننتقل الآن إلى أفكار النص ثم نستخلص العبرة الفكرة الأولى مرور المملكة بسنوات جفاف عصيبة واجتهاء السلطان للحم الطيور هذه الفكرة الأولى تبدأ من كان يا مكان إلى غاية وحزينة تبدأ من كان يا مكان إلى غاية فاستاء السلطان وحزينة الفكرة الثانية عودة جحى من الغربة وأخذه الإوزة إلى الملك وتبدأ من في تلك الفترة عاد جحى من الغربة وتنتهي إلى جهد العمل والاغتراب الفكرة الثالثة تبدأ من أدرك جحى باب القصر إلى غاية إلى غاية ما فسد الملك وما ظلم الناس إذن نباهة جحى جعلته يعاقب الناء الحارسة وينال الجائزة الفكرة العامة الفطن والذكاء ملكة تمنع البلاء ولو كانت في كل واحد منا لما فسدت الأرض وما ظلم الناس إذن العبرة من هذا النص ما هي؟ العبرة هي استعمال الدهاء والفطنة يجعل الشخص ينجو من العقبات التي تقف أمامه العبرة الثانية أيضا السكوت عن الظلم يجعل الظالم يطغى ويكثر الفساد فلو سكت حجحى عن الحارس لا عاد فعلها مرات عدة ومع أناس غيره إذن والحيء العبرة الثالثة الوفاء بالعاد من أنبل الصفات التي يتميز بها الإنسان الصالح لأنه جحى أوفى بعهده لمن؟ للحارس أوفى بعهده للحارس لغم أنه ابتزه مع ذلك بقي وفيا لعهده ولم يستطع أن يخبر السلطان مباشرة عن نواياه حتى أوفى بوعده إذن ننتقل الآن إلى أثر لغتي تضرب بعض الأمثال والحكم للتعبير عن تجارب سابقة ابحث عن المثل ومضربه وعد الحردين أخلف من عرقوب أبخل من أشعب أكرم من حاتم إنك لا تجني من الشوك العنبة الإخلاف بالوعد الجود الشح لا ننال من الأمور السيئة ما هو جيد والوفاء بالوعد إذن سنربط كل مثل بسببه ما هو السبب ليضرب هذا المثل لاحظوا معي الجدول التالي المثال الأول وعد الحردين مضربه الوفاء بالعهد الوفاء بالعهد يضرب على الوفاء بالعهد المثل الثاني أخلف من عرقوب أخلف من عرقوب يضرب على الإخلاف بالوعد أبخل من أشعب يضرب على الشح أكرم من حاتم يضرب على الجود يضرب على الجود إنك لا تجني من الشوك العنب أي لا تنال من الأمور السيئة لا ننال من الأمور السيئة ما هو جيد بمعنى لا ننال من الأمور السيئة ما هو جيد وبهذا نكون أنهينا درس اليوم عن قصة جحة والسلطان نشكركم أبناء على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قم للمعلم تماجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتني فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم في ضلينا بعيوات توجيه تسقينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر